ودع رئيس سيسي الحكومة الإيطالية إلى دراسة الإسراعي بتنفيذ باقي المراحل من مشروع مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة إذا وافق ذلك ما جاء في دراسات جدوى المشروع تاني للرجال القطاع الخاص والمستثمين في مصر من فضلكم ما نضعهوش وقت تاني وما نضعهوش وقت تاني وأي مشروع من اللي احنا بنتكلم في ده فرص نجاحه مش بقول إن أنا بقول إنها نجحة بقول البيانات اللي عندنا وحجم الاستراض اللي احنا بنستورده هو دراسة الجدوى ليه فلو كانت خامتها موجودة في مصر يبقى يعني المشوار كله خلصا مش هنجيب حاجة من بره يعني الوستاذ شريف لما حكي قال إن جزء بتعمل في أمريكا وجزء في دولة تانية وجزء بيانتك في حتة تالتة وإحنا عندنا الخام اللي ممكن يطلع من مصر وتتعمل كل المراحل في مكان واحد بكل ما تعنيه ذلك من تقليل التكلفة يعني فبقول تاني للمستثمرين وورا في الصناعة اللي موجودة ووزير قطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة والحكومة ولينا كلنا بنضيعه شوق تاني أكتر من كده ترجمة نانسي قنقر